يقول لك يحسن خير رأيك يا إسلاحي روس هو أمبابي نفسه وفكرة فعلاً زي ما هو إبراهيم قال فكرة المهاجم هو ما بيظهرش فيها بشكل كويس يعني السنة دي قدام بروس دورتموند وقدام برشلونة ما لعبش طول المباراة كمهاجم صريح فبعد الأوقات كان بيخش في العمق ما جول 18 بيفقد خطورته تماماً قدام المنافسين فطبعاً هو أمبابي أفضل شيء ليه أنه يلعب على الجناح يكون جناح شمال بالنسبة لي بيشوف أن أمبابي أنشلوتي ليس سيبقى عنده المعضلة الزهنية الكبيرة يعني زي بقيت المداربين لو جورديولا ولا كلوب أو أورتيتا فكرة أنه أغير أسلوب الفريق لا ممكن يلعب أربعة ثلاثة ثلاثة عادي ويرجع تاني بنفس الأسلوب اللي هو كان بلعب في السنتين اللي فاتوا ويطوع أمبابي مثلاً جناح شمال ويبدأ بقى يشوف حلول فينيسيس جونيور ورودريك خصوصاً تماماً إن فيه إندريك جاي فهو نحن نتكلم على إن فيه عناصر كتير قوي هجومية مدينة كلها صغيرة كلها واحدة فلا في أمبابي